اهلا بحضراتكم من جديد بنحتفل مع حضراتكم بذكرى ميلاد وحش الشاشة فنان العظيم فريد شوقي التخطى بموهبته يعني حدود المكان والحيانه بس ما كانت فنان مصري مشهور إلى أنه كان وصل للعالم كله شهرته وصلت لأقاصي الأرض احنا بنسعد أن احنا بنحتفل بذكرى ميلاده وضفنا النهاردة اللي موارنا في الستوديو المؤرخ الفني أستاذ محمد شوقي مساء الخير على حضرتك مساء الخير يا أستاذ هدير ومساء الخير على كل أستاذ المشاهدين مالك ترسو زي ما كنا بنتكلم في الفاصل عن الفنان الجميل فريد شوقي وازاي كانت البدايات وازاي كانت النشأة علشان نشوف هذه الموهبة طبعا هو مالك الشاشة بلا منازع وهذا اللقب أنا حب أقول أن اللقب هو أطلق الجمهور على فريد شوقي لأن حسوا أنه هو البطل الشعبي البطل اللي بيعبر عنهم اللي بيشوفوا أحلامهم وتموحاتهم من خلال تكسيد فريد شوقي للأدوار المختلفة فريد شوقي بدأ يعني هو طبعا في حي سيدة زينب ونشأ في الأحياء الشعبية الجميلة اللي تأصلت جواه في الروح الطيبة وروح الشهامة وأنا بشوف أنه كان متأثر جدا بيوسف وهبي يعني يوسف وهبي هو أول من تأثر به المالك فريد شوقي حتى أنه كان بيحكي فريد شوقي أنه كان بيتقمص أدوار فريد شوقي في البيت عنده لدرجة أنه كان جيران جيران وفي البيت الأول كان الأب هو اللي وجه الفنان هو مكانش فيه معرضة هو مكانش فيه معرضة لأن في البداية يعني ما وجيش معرضة في زي معرضات اللي كانوا بنسمعها للفنانين الذمن الجميل لأنه كانوا شايفينه موغوب خاصة أنه إسلك المسلك الطبيعي لأي فنان أكاديمي فنان بمحب للفن فلما كانوا بيقال يوسف واهبي هو صغير كان الجيران بيقوى طبعا بيقول ياللهول والعبارات الجميلة الرانانة ليوسف واهبي طبعا الجيران كانوا عارفين أن فيه فريد شاوي ده الطفل فريد شاوي المحب للفن وكان بيعمل إيه فريد شاوي يا أستاذ هدير وهو كان طفل صغير كان بيجمع أطفال أو الشباب الصغيرين زميله ويقعدهم ويعمل في جنينة أو في شارع مصرح ويقلت فيه ويتفعلهم فلوس كان كل مصروفه أو كل ما يمتلك من فلوس وقتها من مصروف يجيبه كان بيديهم لزميله عشان يتفرجوا عليه وهو بيشبع هويته ويقفوا يمثلهم روايات يوسف وهبي تأثرا بروايات يوسف وهبي يعني هو كان من بداياته عاشق للفن وللتمثيل وتأصل ده فيما بعد لما تخرج من الفنون التطبيقية وبدأ تخرج على طول التحق بمعهد الفنون المصرحية وكان أول دفعة لمعهد الفنون المصرحية 1948 وكان متفوق دراسي كان متفوق جدا فريد شاوي كان الدفعة بتاعته كان الأول دفعة كان شكري سرحان ونبيل الألفي وحمد غيس ونعيمة وصفي وكانت السيدة فاتر حمامة وكانت سيدة فاتر حمامة معهم لكن ما كملتش يعني سابت المعهد في السنة الأولى من المعهد وبعد كده بدأ يشوق طريقه في أدوار صغيرة مع يوسف واهبي لما نشوف فريد شاوي أول دور له ظابط مباحث مش شرير أول دور نشوفه فيه لفريد شاوي على الشاشة العربية سنة 1946 في فيلم ملاك الرحمة كان قيم مع يوسف واهبي الفيلم إنتاج وبطولة وإخراج يوسف بي واهبي مع رأي أبرغيم وفاة حمامة حنشوف أنه جاي ظابط مباحث يعني بعيد عن الإجرام بعيد عن أدوار الشر اللي هو برع فيه اللي برع فيه فيما بعد لكن سرعان منهالت عليه العروض وأصبح قاصم مشترك في العديد من الأفلام اللي بعد كده إزاي الأدوار دي استدعته أدوار الشر واللي هي كانت بعد كده مربوطة بفريد شاوي ملامح وجهه كان دايما المخرجين والمنتجين يعني بيشوفوا ملامح الوجه وتأسيم الوجه فبناء علي بيسنودوا الأدوار للبطل أو الممثل يعني الوجه الهدي فده أدوار الطيبة وأدوار المنسية الوجه اللي حد شوية واللي ملامحه حد وخاصة أنه كان رياضي وطويل القامة فده أدوار الشر خاصة أنه عمل أدوار جديدة للشر يمكن الأدوار الشر اللي قبل كده كان الفنان الكبير محمود المليجي وأنا عايز أقول أن الفنان الكبير محمود المليجي عمل مع فريد شاوي يعني أشياء جميلة يعني فريد شاوي بيحكي بيقول أن كان في بدايته محمود المليجي كان بيتعرض عليه مثلا خمسين ستين فيلم في وقت واحد فكان بيقول إيه لا فيه ولد جديد اسمه فريد شاوي الدول الأفلام دي شوفي تخيالي يا أستاذ هدير الحب والود اللي كان سائد وقتها يعني يعني تلت تربع الأفلام اللي كانت معروضة أو اللي شفناها الفريد شاوي في ذلك الفترة بإعاز من الفنان الكبير محمود المليجي اللي طبعا تشوفي فريد شاوي هو بيتكلم عنه شوف فريد شاوي ده كان إنسان هو بيتكلم في أحاديثه التلفزيونية والصحفية إنسان محب جدا جدا لكل من سنده كل من سنده وطيب وكوميدي يعني بعيد خالص عن أدوار الشر اللي التسقت بيه هو شخصية كوميدي وطيبة لحد كبير وممتن جدا زي ما حضرتك بتقول لكل اللي ساعده على طوال مشوار بالضبط يعني كان يقول للمحمود المليجي ومش بس كده كان يقوله ده حيجي لك واحد دلوقتي عرض علي الدور ده بمية جنيه ما تاخدش منه هو كان ساعته أجره خمسين جنيه أول أجر تقضى هو كان خمسين جنيه كان في فيلم ملك الرحمة فالمفروض إنه المفروض إنه له خمسين جنيه خمسين جنيه فرح ليوسف وهابي فيوسف وهابي قال له اتقاضيت أخدت كام فريد قال له خدت ثلاثين جنيه قال له لا أنت طالب معهد ما تاخدش أقل من خمسين جنيه سنة ستة واربعين المبلغ ده كان مبلغ كبير فالب معهد دي موهبة كبيرة الفنان فريد شاوي تسقلها الدراسة ودي نقطة مهمة بل الضبط هو كان بيوجه كل الفن الوجوه الجديدة اللي فيما بعد كان بيجوم على الدراسة وإن الدراسة دي مهمة جدا مع الموهبة لأنها بيكامله بعض يعني نقول من حوالي كده قعد حوالي ست سبع سنوات يقدم أدوار أدوار الشر بس مختلفة يعني كتير دائما ليه برأيك هو برع في الأدوار دي وإزاي قدر أنه يغير جلده وينجح في الأدوار الإنسانية والاجتماعي بشكل كبير هو في البدايات كان فعلا زي ما قلت حديث دي تأسيم وشه وكان نجح فيها ويستطيع أن يلعب كل الأدوار حتى لما كبر وبعمل أدوار إنسانية برضو من آن إلى آخر كان بعمل أدوار الشر وكان بينجح فيها زي ما كان بينجح فيها هو كان في شبابه في فيلم غازل البنات سنة 49 فيلم دي ظهر في مشهد واحد وكان بدأ يعمل مشاهد كتير هو ارتضى أن أنور وجدي يقدمه مع نجيب الرحاني في مشهد قاله لو حد جبني في فيلم غازل البنات يبقى في مشهد يجمعني مع نجيب الرحاني شوف حضرتك في فيلم اجتمع فيه كل عمالقة الفن غازل البنات هذا الفيلم الحدف أنا بعتبره فيلم مش فيلم ده حدف فني فمشهد واحد قدمه فريد شوقي مع نجيب الرحاني هم قاعدين في في صالة الغنى اللي كانت بداني فيه ليلة مراد وفجأة ففريد شوقي قال يا ترى أكيد واحد مغفل هو اللي جاب جابها فأنور وقف نجيب الرحاني خبطه ففريد شوقي بيحكي في المشهد ده بيقول إن المشهد ده عندي يسوى مئة فيلم لأنه مشهد مع نجيب الرحاني صحيح وانطلق يعني في البداية بعد كده مصرح الرحاني اعتبدوا عليه تقريباً 8 سنوات 8 سنوات أيوة من بعد يوسف وهبي تبنى أنور وجدي أنور وجدي صنع نجمية أو كان من ضمن صانعي نجمية فريد شوقي لأنه كان في أفلام كتير زي عمبر قلبي دليلي غزلي البنات طلق سعاد هانم ثم تحفة التحفة الرائعة أمير الانتقام سنة 1950 في دور جعفر هذا الدور العظيم جداً وتالت الأعمال إلى آخر كان آخرهم فيلم خطف مراطي سنة 1954 مع صباح وليلة فوزي يعني هو كان أنور وجدي وكان بيعتبره صديق صدوق له وكان يعني فريد شوقي لما توفى أنور وجدي كان في حالة في حالة إعياء وحزن رهيب لكن فريد شوقي أنا بشوف إنه من أكتر الفنانين يا أستاذ هدير اللي اشتغل على نفسه فريد شوقي محدش داله فرص هو اللي صنع الفرص لنفسه ما استسلمش اللي كان ممكن يستسهل ويستسلم لدور الشرير هو رفض كل ده فبدأ يحفر لنفسه طريق مختلف عمل إيه بدأ يعمل أفلام باسمه سي فيلم القسطة حسن سنة 52 كان البطل الشعبي رجل الطيب اللي عايش حياة سعيدة لكن فجأة بيتطلع لحياة أخرى فبيتمرد لها الحياة دي دي كان دي أول بطولة له فيلم القسطة حسن أمامه ده سلطان وكان إخراج رائد الوقعية صلاحة بصيف من فيلم القسطة حسن بدأ يعمل أدوار مختلفة كبطولة يعني من 52 إلى 54 يعني فضل في 53 يعمل برضو أدوار سنوية إلى حد ما لكن مؤثرة كان بدأ يعمل حتى الدور التاني بقى مؤثر معاش الدور التاني فقط أو بطولة مشتركة مع مات حمدي أو محسن سرحان لكن أنا بشوف أن بعد من سنة 54 بدأ نجم فريد شوئي الحقيقي من خلال فيلم جعلوني مجرما إخراج عاطف سالم أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وليس في تاريخ فريد شوئي وبسببه كان أول فيلم في العالم يتم فيه تغيير قانون بسبب فيلم سينمائي هو تغيير السابق الأولى يعني من فيلم جعلوني مجرما بدأت سلسلة أفلام فريد شوئي الشعبية اللي بيخط فيها الجمهور ورجل الشرع العادي زي رصيف نمر خمسة النمرود سوق السلاح فتوات الحسنية وغيرها من الأعمال اللي مازالت إلى الآن وستظل بإذن الله طبعا خالدة في أبهان وعقول وقلوب كل المشاهدين من جيل إلى آخر صحيح السنة ما تكسرت مرتين بسبب الفنان فريد شوئي في باب الفتوة في باب الحديد والفتوة تخيلي حضرتك الناس ما تقبلتش إنه يتضرب ما ينفعش أنت متخيلي حضرتك ده ما حصلتش يعني هو يعمل حاجات ما حصلتش يمكن في التاريخ في العالم يعني زي ما كنت تكلم عن تغيير القوانين وصابقة هذا وحدوثه معه فريد شوئي كان في فيلم باب الحديد الفيلم ده ما كانش دوره الدور ده كان دور النجم الكبير محمود مرسي دور أبو سريع حضرتك عملت أسماء عمالقة الحديث عنهم وذكرياتهم وكواليسهم يحمل كثير من الفن والإبداع وتمثيل الحقيقي لقوى النعمة المصرية منذ البداية أيما نحقول لك حضرتك يعني دور ده محمود مرسي هذا العملاق العظيم وافق على الدور بس هو قال ليوسف شهين أنا أجري ما يقلش عن أجري بطلة الفيلم هندرستون فيوسف شهين اعترض وقال خلاص طبعا أنا أجيب اسم كبير اسم يبيع فجاب فريد شاو فريد شاو كان الفيلم السينما قصرت لأن الفيلم ما أعجبش الجمهور وشافه فريد شاو وبيتضرب وبيتضرب من يعني من ناس مش من نجوم صف أول زميله عامات حمدي أو شكر سرحان أو كده ده من يعني من مجميع فالجمهور زهل جدا تخليق السينما ادجشت بسبب هذا الفيلم وهذا الدور لدرجة أنهم شوفي يا أستاذ هدير يبعتوا تلجوابات وتلغرافات اللي فريد شاو في بيته أوعد تعمل أفلام زي دي تاني لو محتاج فلوس قلنا وحنا نجيب لك اللي أنت عايزه بس لا تقبل أدوار أدون أدوار الفتوة وأدوار البطل فريد شاو هم حبوه هنا وشافوه هنا كل ده فريد شاو هو اللي بيحكي يعني أنه نجاح كبير جدا للأعمال أن الناس تبقى مصرعة لأنها تشوفوا بهذه الرؤية وما تقبلش غير كده مع أن الفيلم فيما بعد لمعارض فيما بعد مع أن الفيلم ده من الأفلام النجاح كبير بطريقة كبيرة جدا يعد من الأفلام العالمية لأنه دخل في مأهرجان كان و يعني خصد جوائز عالمية ويعد من الأفلام المهمة جدا في تاريخ السينما كله نشوف فيلم الفتوة فيلم الفتوة سنة 59 مع أن الفيلم نجح نجاح جماهيري صاحق لكن الجمهور ما تقبلش أن فريد شوئي يتضرب في أول زهور اللغة يتضرب على أفا في أول زهور طبعا السينما طبعا السينما تقلبت وقتها وحصلت مشكلة وإزاي فريد شوئي ده لسه الفيلم بادئ فطبعا مدير السينما وقتها أو مدير دار العرض هدى الجمهور قال له أستنوا ده لسه حتشوفه حينتقم إزاي من الأعداء دول فجأة لقوه مكان الحمر هو اللي بيسوق فطبعا ساعاتها السينما الناس ما تقبلتش طبعا لأن ده حبهم في فريد شوئي مع أن هذا الفيلم نجح نجح جماهيري صاحق عن فيلم باب الحديد لكن في بعض السينما اللي فعلا ما تقبلوش أن البطل الشعب بتاحهم يكون بهبية الصورة فيلمه عموما كانت بتحدث يعني أحداث مختلفة تغير قوانين يعني حاجة مهمة جدا أستاذير لما الزعيم جمال عبد الناصر يستدعي فريد شوئي ليه اختار فريد شوئي طبعا كان فيه نجوم كتير في ذلك الوقت لأن عارف قيمة وقدر ومنزلة فريد شوئي عند الناس قال له اجري على بورسعيد دلوقتي وعمل فيلم خاص بأثار العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد الباسلة و بورسعيد في ذلك الوقت كان اسمها بورسعيد الباسلة مش بورسعيد بس بورسعيد الباسلة فمحضاتك راح وكل كل الصف كان معا مين كان معا نخب عبقرة أحمد مظهر شكري سرحان رجدي أبازة أمينة رزق حسين رياض شايفة الأسماء صحيح كلهم راحوا ليلة فوزي وهدى سلطان كلهم راحهم عشان يقدموا الفيلم ده في بورسعيد نفسها وكان فيه لسه ما زالت الحرب منتهية منذ أيام قليلة يعني يعني العدوان كان خلص 23 ديسمبر 56 الفيلم تم عرضه في شهر يوليو 57 يعني تقريبا بعديب ستة أو سبع شهور تم عرض الفيلم أجواء كانت ساخنة وكان كل كل الفنانين عندهم حماسية رهيبة جدا أن يطلع فيلم بورسعيد صورة مشارفة ونال جائزة جائزة خاصة من الزعين جمال عبد الناصر هو جميع أسرة الفيلم وأنا أتمنى أن الفيلم ده يعاد عرضه من آن الأخراق من الأفلام المهمة جدا جدا اللي بتخلد ذكرى وطنية وقومية عظيمة في تاريخنا الحافل بالأمجاد والبطولات صحيح ما إحنا يمكن بنبقى في غاية السعادة أننا نتحدث عن هذا الجيل من العمالقة العظام زي الفنان فريد شوقي اللي أثره السينما المصرية وصناعة السينما المصرية على مور التاريخ أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الموريخ الفني محمد شوقي شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي شكرا يا أستاذ هدير وأنا اللي بشكر حضرتك على الاستضافة وشكرا كل السادة المشاهدين شكرا كيفا الحديث الفني مستمر وبنروح مع حضرتكم لمواصلة مهرجان جرش الثقافة والفنون الأردني فعلياته ومصر بتحل فيه للمرة الأولى ضيف شرف والحيان يعني على هامش هذا الحدث الثقافي والفني الكبير أمتعتنا الاعلامية شفك المنيري بمجموعة من اللقاءات العظيمة اللي بنستمتع بيها على مدار العام اللي فاتت لقاءنا اليوم حيكون مع الفنان وليد توفيق أجرته الاعلامية شفك المنيري هسيب مع حضرتكم يعني مع الفنان وليد توفيق والاعلامية شفك المنيري وبعد كده هشوف حضرتكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من التسعة وكمان بعد كده هيكون معاكو كريم رمزي ورقم عشرة للا سعيدة للجميع أشوفكم على خير